السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد على قناتي learn english with huda سنتعرف اليوم على كيفية استخدام النط مع الأفعال المساعدة في الجمل فلنبدأ let's get started أولا لتعبير عن نفسك نستخدم I am وبعدها نضع مباشرة نط لتصبح I am not المثال الأول I am not eating pasta I am not drinking tea I am not a student القاعدة الثانية لإستخدام not هي لتعبير عن المفرد المذكر حيث نستخدم he is not لكن يفضل أن تكتب باختصار he isn't he isn't he isn't I am not a student القاعدة الثالثة هي للمفرد المؤنط حيث نستخدم she is not ويفضل كذلك أن تكتب باختصار فتصبح she isn't she isn't بطال بسيط she isn't a teacher she isn't a teacher رابعا للجمع حيث نستخدم not بعد are إذا كانت الجملة تبدأ ب we you d لتصبح we aren't you aren't they aren't now let's move to examples they aren't happy you aren't drinking tea we aren't friends now let's move to am Benn 모양 we aren't let's move to the found we are what what keep 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 اشتركوا في القناة